كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة عاده الله على شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير والبركات وقد نال شعبنا الفلسطيني العظيم حقه في الحرية وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين الأسبوع المقبل نفتتح العام الدراسي الجديد وجاهيا وبصورة مبكرة لتعزيز العملية التعليمية وتحسبا لأي طارق صحي قد يحصل إننا الآن في تقليص مسافة انتشار المرض وعلى مدى الثلاثة وعشرين يوم الماضية فإن عدد الوفيات في الضفة والقدس صفر وفي غزة تتراوح الوفيات بين واحد إلى اثنين وفاء يوميا وعليه لابد من الحذر الكبير إن العودة الحذرة لممارسة حياتنا شبه اليومية وعودة التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات تتطلب من كل من لم يتلقى اللقاح حتى الآن سرعة الحصول عليه في المراكز المنتشرة في جميع محافظات الوطن وسنقوم باتخاذ إجراءات بحق من يتخلف عن تلقي المطاعيم ضد الفيروس حماية لسلامة المجتمع من تفشي موجة جديدة من الوباء وحتى لا نجد أنفسنا مضطرين للعودة لإجراءات وتدابير إغلاق جديدة وهناك مقترح أمام مجلس الوزراء أن من لا يريد أن يتلقى التطعيم من الموظفين الرسميين فإنه سوف يعطى إجازة غير مدفوعة الراتب إلى حين الإعلان عن انتهاء الوباء من جانب آخر نطالب المجتمع الدولي بمنع محاولات النظام القضائي الإسرائيلي مساومة أصحاب الأرض الأصليين على ترك منازلهم لصالح إحلال المستوطنين مكانهم في إجراء منافي لقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب كما جاء في نص قرار مجلس الأمن رقم 2334 وانتهاكا لميثاق جينيف الذي يرفض إجراء أي تغيير جغرافي أو ديمغرافي في الأراضي المحتلة قامت إسرائيل لهذا الشهر بخصم مبلغ مئة مليون شيكل من الأموال المستحقة لنا من الضرائب تحت حجة أننا ندفع لأسر الشهداء والأسراء إن هذا الإجراء غير شرعي وغير قانوني وعليه نطالب بكامل مستحقاتنا المالية بما فيها الاقتطاعات وحقوقنا المالية من ضريبة المعابر والضرائب الأخرى المستحقة والتسريبات الضريبية إن استمرار هذا الوضع وهذه الحصومات الشهرية هو تعدي صارخ على حقنا ويضعنا في موقف مالي صعب ويضعف قدرتنا على مواجهة احتياجاتنا المالية ومسؤوليتنا تجاه شعبنا رغم ذلك سنبقى عفياء لكل التزاماتنا المالية تجاه شعبنا أحيي باسمكم صمود بيتا وأهل بيتا وأترحم على شهداء بيتا وكل شهداء الشعب الفلسطيني الذين سقطوا من أجل فلسطين والذين سقطوا على يد ماكنة الاحتلال التي تتصيد الأطفال والشباب والشيوخ والنساء من جانب آخر يناقش مجلس الوزراء اليوم حزمة من مشاريع البنية التحتية من بناء مدارس جديدة ومرافق صحية وشراء أدوية وبرنامج لاستيعاب النساء العاملات في المستعمرات وإسرائيل من أجل خلق فرص عمل بديلة لهن في فلسطين كما يناقش المجلس فتح مراكز التدريب المهني ساعات إضافية وبرنامج لدعم القطاع السياحي في قضايا التدريب وخلق فرص العمل بما يشمل 1150 شخص حيث يحصل المتدرب على مكافأة شهرية خلال فترة التدريب كما يناقش المجلس قضايا تحص كهرباء طول كرم إضافة إلى مجموعة من القوانين والتشريعات والتنظيمات وشكرا